والملعون هو المطروض من الرحمة الله والعياذ بالله لأن الذي يلعن والعياذ بالله وهذا تحديد لإخواننا ونحن في رمضان ونمسك ألسنتنا أمسك ما بين فكيك وأنفق ما بين كفيك لضمن لك الجنة فالإمساك الإمساك الإسان عن اللعنة إن اللعنة تتصعد إلى السماء والعياذ بالله يعني إنسان لعن إنسان فتغلق أمامها أبواب السماوات ثم تعود لتبحث عم من لعن فإن كان أهلا لها وإلا تعود على من لعن الله أكبر فالمسألة يجب أن ولا نلعن إلا من لعنه الله ورسوله ألا لعنت الله على الظالمين ألا لعنت الله على الكافرين ملعون من غير معالم الأرض ملعون من مأوه وسبداب ملعون من كذا هذه بالنصوص لا نلعن إلا بالنص فيجب أن نمسك ألسنتنا